السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في سلسلة جديدة سلسلة Power Pivot الصراحة أنا كنت عايز أبدأ السلسلة دي من زمان من أكتر من سنتين ولكن عشان نبدأ فيها حسيتي نلازم أشتغل حاجات تانية وعشان كده اشتغلنا على سلسلة مميزات الجداول في الأكسل وبعدها اشتغلنا على سلسلة Pivot Tables وبعد كده اشتغلنا على سلسلة Power Query وأخيرا النهاردة بنحط إن شاء الله أول فيديو لسلسلة Power Pivot زي ما انت شايف في Power Pivot بيشتغل معه Data Model وبيشتغل معه الداكس النهاردة أول فيديو أو المقدمة الموضوع الأول هو ما هو Power Pivot عايزين نرد على السؤال ده لأنه برضو في شوية لخبطة يعني إيه دا تاموضل يعني إيه داكس يعني إيه Power Pivot إيه دا أساسا الحاجة التانية كمان هنشوف إيه استخداماته إمتى يكون استخدام Power Pivot مناسب وإيه هي مميزاته والحاجة الأخيرة هنبص إزاي ممكن نشغله نفعله إزاي على Office 2016 أو النسخ اللي بعد كده كمان هندي نسال عملي لأن طبعا أنا عارف الكلام النظري الكتير ما بيكونش مسلي وحنشوف هنشرح أربع حاجات أول حاجة إيه هي علاقات ما بين الجداول وتحديدا علاقة اسمها One to Mini علاقة مشهورة جدا كمان هنشوف إزاي ممكن باستخدام الداكس نزود عمود في الديتا ماضل والعمود دا يكون عمود محتسب أو مبني على معادلة كمان هنعمل معادلات داكس ونشوف الداكس بتختلف إيه عن معادلات الإكسل الموجودة في الخلايا العادية وأخيرا هنشوف إزاي ممكن نضيف تنسيق لمعادلة من معادلات الداكس نبدأ على طول في الموضوع الأول ما هو الـ Power Pivot الـ Power Pivot بتكون من ثلاث حاجات أول حاجة هي الـ Data Model طب إيه هو الـ Data Model الـ Data Model هو عبارة عن قاعدة بيانات بتتكون من مجموعة من الجداول يعني عندي مجموعة جداول مع بعض ببني بينهم علاقات المجموعة الجداول دي على بعض ممكن تعتبرها قاعدة بيانات عشان كده الـ Excel سماها الـ Data Model طيب بعد أن أعمل Data Model بعمل به إيه بقدر أستخدمه جوا جدول أو مخطط محوري يعني الناتج النهائي اللي بشوفه لازم يكون جوا Pivot Table أو جوا Pivot Chart طب إيه الحاجة التانية؟ الحاجة التانية هي الداكس الداكس الناس متخيلة إن هي لغة برمجة وده مش حقيقي هي لغة معادلات أو لغة سياغ زي بالزبط المعادلات الموجودة في الخلايا اللي بنستخدمها في الـ Excel في الـ Window بتاعت الـ Excel الطبيعية ومتشابهة معها في حاجة كتير يعني معادلة Sum موجودة هنا وهناك معادلة Count معادلات Text زي Lin, Lift, Right حاجة كتير جدا متشابهة ولكن بيضاف عليها إمكانيات تانية جديدة القصة كلها إن المعادلة دي ممكن تساعدك لإضافة عمود جوا جدول ممكن تساعدك إن انت تعمل علاقات بين الجداول أو تشتغل على علاقات الموجودة بين الجداول وفيه خاصية اسمها خاصية التجميع الديناميكي أو ممكن تسميها الـ Dynamic Aggregation Feature والحاجة الثالثة هو الـ Pivot Table العادي لو عندي Data Model وعندي معادلات Dax مكتوبة أو Measures مكتوبة بالDax كل ده أقدر أخرجه على Pivot Table أو على Pivot Chart وكل الإمكانيات المتاحة في الـ Pivot Table بتشتغل مع الـ Data Model وكمان عليها شوية إمكانيات مش موجودة في الـ Pivot Table العادي وعشان كده زي ما قلتلكم إحنا عملنا سلسلة كاملة عن تحليل البيانات باستخدام الجداول المحورية أرجو أن تكونوا شفتوها واللي ما شافهاش ممكن يرجع لها وحتلاقوا اللينك بتاعها موجود في الـ Description طيب هل هي دي بس كل الموضوع؟ لأ لسه في حتة كمان نقصة ما هيش مكون رئيسي في الـ Power Pivot ولكن مهمة جداً واللي هي الـ Power Pivot Window ودي موجودة من أول Excel 2016 يعني معنى كده أن في حاجات موجودة من أول Excel 2010 الـ Data Model كان موجود أقدر أعمل شوية معادلات DAX لو أنا عندي 2010 أو 2013 ولكن من أول 2016 في حاجة اسمها Power Pivot Window طب إيه الـ Power Pivot Window؟ شكلها عامل كده طبعاً الوقتي هم نشتغل على المثال العملي هنخش نتفرج عليها بشكل أكتر ولكن هي ويندو شابهة بتاعة الـ Excel ولكن منفصلة عنها تماماً فهي نافذة منفصلة ممكن من خلالها أعمل إدارة لـ Data Model أو نموذج البيانات الإدارة دي تشمل إضافة بيانات جديدة ممكن أستخدمها علشان أجيب بيانات من مصادر مختلفة مصادر البيانات دي ممكن تشمل Text File ممكن Excel Workbook تاني ممكن تشمل Access Database ممكن تشمل حاجة من على ويب سايت طبعاً طبعاً الأفضل أن أنت تعمل الكاملة باستخدام الـ Power Query وعشان كده إحنا كمان بدأنا بسلسلة الـ Power Query بعد ما خلصنا سلسلة الـ Pivot Table لأنك لو لميت موضوع الـ Power Query هو أفضل حاجة ممكن تقدر عن طريقها تجيب data من مصادر مختلفة وتحطها جوه الـ Data Model الحاجة اللي بعد كده ممكن تستعر نموذج البيانات تخد بالك أنه لو لم يكن لديه الـ Window أحب أن أعرف أن هناك نموذج بيانات أو Data Model موجود في الـ Background ولكن لا أعرف أن أرىه قوي لا أعرف أن أتفرج عليه لا أعرف أن أرى شكل الجداول الموجودة جواه وإنه علاقات المختلفة بين الجداول فمن مميزات أنه يبقى عندي Power Pivot Window أن أستعرض نموذج البيانات كمان ممكن تنشئ علاقات بين الجداول بشكل مبسط أفضل من الطريقة اللي ممكن تعملها لو أنت ما عندكش الـ Power Pivot Window كمان بيساعدك أنت بطريقة ثالثة تنشئ حقول أو أعمدة محسوبة تعال نشوف السؤال اللي بعد كده إيه هي استخدامات الـ Power Pivot وليه إحنا بنفضل موضوع الـ Power Pivot ده في حالات معينة أول واحدة خالص حرك الإكسل مقدرش يعدي إن مليون صف ودي طبعا مشكلة لأن إنت أحيانا بيبقى عندك هستري سنين كتيرة شهور كتيرة ومحتاج البيانات كلها في مكان واحد المشكلة دي في الـ Power Pivot مش موجودة يعني أنا أقدر أقول لك لغاية خمسين مليون صف ما عندكش مشكلة ميت مليون صف ما عندكش مشكلة الحاجة الثانية الإكسل العادي أكتر من خمسين ألف صف وحرك معاك معادلات كتيرة زي الـ VeloCup والSumF الـ Performance بيكون سيئ جدا وبطيئ جدا وده النقطة الثانية انت عندك بيكون معاناة كبيرة جدا في الأداء بتاع الإكسل لما بيكون فيه رابط خارجية كتير بيكون فيه سيغ معقدة بيكون فيه عدد كبير من الصفوف حتى لو أقل من المليون بكتير الحاجة اللي بعدك كده لما يكون حركة عايز تعمل مهمة ومحتاج بانتظام تعمل لها تحديث لو انت بتشتغل على الـ Power Query ومنها على الـ Data Model كل المهام بتاعتك هتتم بشكل تلقائي أوتوماتيكي لما تحط بيانات جديدة من غير ما تعمل أي إعادة للخطوات اللي انت عملتها وانت بتنشئ الـ Data Model في المرة الأولى الحاجة اللي بعدك كده لاتصال بالمصادر الخارجية أحسن الحاجات انت تعملها لما تشتغل على مصادر خارجية انك تشتغل على الـ Power Pivot أو على الـ Data Model وطبعا يكون الطريقة المسلة انك تجيب الكلام ده عن طريق الـ Power Query ومن الـ Power Query تروح على الـ Data Model الحاجة التانية كمان ان انت احيانا بتبقى عايز تحتفظ بالنسخة الاصلية من البيانات يعني مثلا احنا بنعمل داونلود من الـ ERP System بتاعنا كلنا بنعمل داونلود دا كلنا بمعنى انا والفريق اللي بمشتغل كلنا على الـ Data ومطلوب مني اعمل حاجة وزميلي يعمل حاجة تانية وزميلي تاية يعمل حاجة تالتة عندنا فولدر واحد في مكان مشترك بنحط فيه الـ Master Data وحتى الـ Update لما بيحصل بيحصل على الـ Master Data دي وانا وزميلي الاول والتاني والتالت كلنا بصين على نفس الـ Data والشغل والتوضيب اللي بيعمله في الـ Data والريبورتات اللي بنعملها كلها بصع Read Only يعني ما بتغيرش في الـ Data الاصلية فده طبعا كويس جدا وبيساعدك انك تحافظ على المصدر البيانات سليم وبيحافظ على الـ Integrity بتاعة الريبورتات بتاعة المجموعة ككل الحاجة اللي بعد كده او الحاجة السادسة هي الاستفادة من الـ Dax احنا زي ما قلنا الـ Dax هي لغة صياغ فيها معادلات كتير جدا فيه جزء كبير متشابه مع الـ Excel ولكن فيه جزء إضافي بيدي إمكانيات قوية جدا وكل ما هنمشي سنة سنة في السلسلة هتلاقي قديه الـ Dax فيه حاجات متميزة من أهمها في وجهة نظري مثلا الـ Time Intelligent Functions الحاجة السابعة هو انك لو عملت معادلة Dax مرة واحدة جوة الموضل بتاعك ممكن تستخدمها مئات المرات ويتضيف كمان لها تنسيق للمعادلة نفسها يعني المعادلة دي بتطلع نسبة مئوية يبقى حركة هتحط ان دي نسبة مئوية هتفضل ماشي معاك طول عمر المعادلة دي ماشي معاك بنفس الشكل وممكن تستخدمها أكتر من مرة والحاجة الأخيرة واللي أنا بعتبرها حاجة ظريفة جدا هو وجود الـ Data Model جوة الـ Power BI بالضبط اللي انت هتتعلمه من الـ Dax والـ Data Model والـ Power Pivot موجود بالضبط جوة الـ Power BI حاول في خلال السلسلة دي ان احنا من وقت للتاني جمب من مكان لمكان وناخد حاجة نطبقها جوة الـ Power BI زي ما عملنا قبل كده في احد الفيديوهات بتاعة الـ Power Query الـ Power Query كمان موجودة في الـ Power BI معناك ان انت لو تعلمت Power Query كويس قوي وتعلمت الـ Data Model والـ Power Pivot كويس قوي فانت تقريبا 66% او تلتين اللي انت محتاجه والـ Power BI خلاص done لان حضرك فضلكش رشوية الـ Visuals وازي بشتغل مع بعض وبعد كده خلاص انت بقيت راجل محترف Power BI فاضل بعد كده نشوف ازاي ممكن نفعل الـ Power Pivot فتعالا نروح على الـ Excel ونشوف ازاي ده ممكن يتم احنا دلوقتي على صفحة Excel فاضية خالص فتحنا الـ Excel ووقفينا على Workbook فاضي خالص ويعايزين نفعل الـ Power Pivot خد بالك الـ Data Model موجود يعني انت تقدر تعمل الـ Data Model من غير ما تفعل اي حاجة خالص لو انت عندك Office 2013 2016 2019 او 365 ممكن تبدأ تعمل على طول تستخدم امكانيات الـ Data Model وداكس ولكن اللي احنا محتاجين نفعله الـ Power Pivot Window اللي اتكلمنا عنها اللي انا بستخدمها عشان ادارة نموذج البعاد بشكل افضل طيب عشان افعله عندي طريقتين هروح على File ومن File هروح تحت خالص على Options هيفتح الـ Window بتاعة الـ Options هروح على الشمال هتلاقي حضرتك الـ Add-Ins هتختارها وهتنزل تحت هتلاقي حاجة اسمها Manage Excel Add-Ins لو دست على الـ Drop Down دي هتلاقي حاجة اسمها الـ Come Add-Ins ولو قلت له Go هيفتح لك ويندو تانية صغيرة اسمها Come Add-Ins هاختار اخر واحدة تحت خالص اللي اسمها Power Pivot for Excel ممكن اقول اوكي وهلاقي عندي فتحة ويندو جديدة بتاعة الـ Power Pivot بس خليني انا هقول دلوقتي الـ Cancel وهارجع تاني عشان فيه طريقة تانية ممكن اعريها لك على طول فلو روحت على Data Ribbon هتلاقي حتة اسمها Data Tools هتلاقي مربع اخضر كده او ايكون اخضر كده سغلنون اوي ده الايكون بتاع الـ Power Pivot او هتلاقي مكتوب لك Go to the Power Pivot window فلو دوست عليها الـ Excel زي ما انت شايف حركات دالك message وقال لك انت عايز تـ Enable analysis add-ins to use this feature فطبعا هتقول له Enable هو هيشتغل لوحده حضرتك وهيفتح لك الـ Power Pivot window فتح لي ويندو زي ما حاك شايف كده انا لو دوست تحت بقى على الـ Excel هنا ده Excel Workbook مفتوح اللي هنشتاعد الوقتي ده Excel Workbook 1 اللي احنا كنا وقفين عليه علشان نفتح نفعل الـ Power Pivot ويندو تانية منفصلة بس اقدر اتحرك بينهم وده بخلاف الـ Power Query Power Query كان لازم اشتغل على واحدة بس يعني لو فاتح Power Query ما عرفش تعمل الـ Excel لازم اقفلها الاول انما الـ Power Pivot window الراجل ما عندوش مشكلة خالص ان انت تتنقل من هنا لهنا طبعا زي ما انت شايف هي ويندو منفصلة فيها 4 Ribbons انا مش هاعد تتكلم عن واحدة واحدة دلوقتي بس احنا بناخد المثال هنشوف ازاي ممكن نفهم بعض الحقيقات الموجودة فيها طيب افل انت عملت اي تغيير هنا ممكن تعمل سيف من هنا مفيش مشكلة وممكن تقفل وتعمل سيف من الـ Workbook نفسه برضو مش هيحصل حاجة لان هما مرتبطين ببعض اي سيف هتعمله على الـ Workbook الاصلي هيعمل سيف لي اللي اتعمل جوا الـ Power Pivot window طيب بعد كده لما عملت اكتيفاشن هتلاقي اتضافة لـ Ribbon جديد في صفحة الـ Excel العادية او في ويندو الـ Excel العادية اضاف لي Ribbon جديد اسمه Power Pivot اقدر افتحه على شمال هنا هتلاقي شوية options اهم واحدة فيهم Manage Data Model وحبت حاجات تانيين فلما تحب تتريجر الـ Window تاني بتاعت الـ Power Pivot ممكن اروح ادوس عليها من هنا وبرضو ما زلت ممكن اروح على الـ Data Ribbon زي ما عملنا اول مرة ومن الايكون الاخضر الصغير ده اقدر برضو اتريجر الـ Window بتاعت الـ Power Pivot في المثال بتاع النهاردة عندي جدولين الجدول الاولاني فيه المبيعات اليومية لبعض المنتجات زي ما انت شايفت مجموعة من المنتجات دي الاكواد بتاعتها الـ Power Pivot دي بتاعها ودي الكميات المباعة من كل صنف وده حضرتك التاريخ اللي تم فيه عملية البيع وده بيسموه زي ما حرك عارف الـ Transaction Table او جدول المعاملات وعلى اليمين حرك فيه جدول تاني بيسموه جدول البحث او الـ Lookup Table او الـ Dimension Table موجود فيه ايه؟ موجود فيه برضو كود المنتج ولكن من غير تكارات يعني هنا طبعا بيتكرر لاني ببيع فمرة ابيع ده مرة ابيع ده مرة ابيع ده مرة ابيع ده مفيش مشكلة لكن هنا دي لستة Unique List بي المنتجات زي ما حاك شايف ده الـ ID بتاعها وده اسامي المنتجات وهي فواكه خمس انوع من الفواكه ودي اسعار البيع لكل كيلو جرام من هذا النوع من الفاكهة المطلوب مني ان انا قدر اعمل تقرير عن اجمالي المبيعات فمحتاج معلومة من هنا اللي هي السعر ومحتاج معلومة من هنا اللي هي الكميات المباعة ومحتاج كمان اجيب الاسم لان هنا في اكواد وطبع عشان تعمل تقرير فانت محتاج الاسامي مش هينفع تعمل تقرير بالاكواد طيب يبقى زي ما قلنا ده ممكن يكون نواة لداتا موضل لانه موجود فيه جدولين واحنا قلنا الداتا موضل في الاساس هو قاعدة بيانات بتتكون من اكتر من جدول وفيه بينهم بعض العلاقات فممكن عن طريق الجدولين دول ابدأ اشكل اول قاعدة بيانات او اول داتا موضل صغير نشتغل عليه مع بعض طب واضح جدا ان انا عندي حاجة اسمها موجودة هنا وموجودة هنا يبقى اكيد هو ده الرابط ما بين الجدولين اللي ممكن استخدمه علشان اقدر اعمل الديتا موضل بتاعي طب لو انا بشتغل في الاكسل الطبيعي اللي احنا كنا عارفينه هيبقى علشان اقدر اعمل تقرير مبني على الجدولين دول محتاج استعمل دلت فيلوكوب مرتين اجيب الاسعار من هنا واحطها هنا في عمود اضافي واجيب كمان الاسماء واحطها هنا في عمود اضافي وبعد كده عن طريق بقى سام افس او عن طريق مثلا من Pivot Table اقدر اعمل تقرير مجمع عن البيع اليومي او الشهري خلينا اقولك ان انت مش محتاج زي ما اتفقنا في الاول انك تفعل Power Pivot Editor عشان تشتغل Data Model تعالى نشوف طريقتين من الطرق دول اللي ممكن تخليك تتريجر ال Data Model وتستغله من غير ما تروح خالص على Power Pivot اول طريقة انك تنشئ علاقة ما بين الجدولين دول طب اعمل الكلام ده منين هتروح على حاجة اسمها Data Ribbon وعلى اليمين هنا هتلاقي حاجة اسمها Data Tools استخدمنا منها المربع الاخضر ده بس المرة دي هستخدم الايكون اللي فوقيها اللي شبه زي ما انت شايف كده عبارة عن جداول صغيرة وبينها تربيطات ولو افتع عليه هيكتب لك تحت Relationships لو دوسنا انا افتح لي الويندو دي بيقول لي Manage Relationship فحبدأ اقول له New هيفتح لي الويندو بتاعت Create Relations عايز مني ايه عايز مني جدول وعايز مني Column تعالى نختار اول جدول قلنا جدول المعاملات اسمه Sales T هاختاره طبعا انا كنت حولتهم الى Table Format ودوتهم اسامي الاولاني اسمه Sales T اللي هو جدول المعاملات او Transaction Table ومحتاج Column منه طبعا القلوم هيكون Product ID وتعالى بعد كده عايز Related Table ايه الجدول المتعلق به الجدول التاني طبيعي هو الجدول اللي عندي اسمه Price KG او سعر كيلو جرام وال Primary Key او المتعلق بالقلوم الاولاني اكيد برضو هو Product ID زي ما احنا شوفنا مع بعض لو رجعنا تاني نبص الجدولين هتلاقي هو ده المشترك ما بين الجدولين ال Product ID اول ما هقول اوكي هتلاقي حركة بيعمل هنا ايه Create Relationship وعندك Active Relationship ما بين الجدولين لو قلت له Close فيه علاقة حصلت انا مش شايف حاجة دلوقتي لكن فيه علاقة حصلت هنا بين الجدولين زي ما اتفقنا وبالتالي اقدر على طول استغل امكانيات ال Data Model واشتغل طيب ازاي ممكن بقى استفيد بامكانيات ال Data Model عن طريق ان انا اعمل ال Pivot Table فلو قبت في ايه حتة فاضية في ال Excel وروحت على Insert وهلاقي على الشمال خالص Pivot Table هادوس على Pivot Table انا مش مختار اي Data فمعلم لي الواحده على Use This Workbook Data Model هو فهم ان فيه Data Model وان انا طالما بعمل Pivot Table مش مشاوي على ايه حاجة في الحياة معنى كده انا محتاج اتريجر ال Data Model واشتغل عليه وهتلاقي هنا حضرتك بيقولك انت محتاجه لاني واقف على F11 فمفيش مشكلة هادوس على اوكي هتلاقي فعلا في Pivot Table اتكاريت ولكن Pivot Table مبني على Data Model وهعرف كده ازاي لو بصيت على Field List هتلاقي جدولين مش جدول واحد واحد اسمه Price Per KG والتاني اسمه Sales T لو فتحت هنا هتلاقي اسامي الاعمدة او Fields بتاعت Sales T ولو فتحت هنا هتلاقي اسامي الاعمدة بتاعت Price Per KG تقدر على طول تبني ال Report تعالى تدي له اسم وانا هسميه Sales Report خلينا على طول نروح ناخد ال Fruits من ال Price KG هديك لستة باسامي ال Fruits ومن Sales T على طول نروح نجيب Quantity ونحطها هنا 1000 مبروك ال Report بتاعك مظبوط وقادي Total مظبوط 100% انت كده حضرتك اشتغلت على Data Model لو عايز تتفرج على انت عملته ده على ال Power Pivot تعالى نروح يا باشا على ال Power Pivot واختار Manage عشان يفتح لك ال Power Pivot وحتلاقي عندك بقى الاول مرة جدولين اسمه Sales T و Price Per KG ولو رحت هنا على ال Diagram View من ال Home عادي هتلاقي حاجة اسمها View او ممكن تختارها من تحت خالص من العليمين هنا تختار ال Diagram View هتلاقي العلاقة لحركة انشأتها موجودة وواضحة في ال Diagram View ادي حضرتك الجدول الاولاني الاسمه Sales T و ادي الجدول التاني الاسمه Price Per KG ولو اخترت دي العلاقة لانشأناها لو دست عليها كده هتلاقي معلمة على ال Two Fields دول معناك كده ان الرابط ما بين الاثنين موجود هنا وكمان خد بالك هتلاقي هنا رقم واحد وهتلاقي هنا Asterix زي ما انت شايف في واحد وفي Asterix طب ايه حكايتهم دول؟ ده بيقولك العلاقة دي معناها One Too Mini اسمها One Too Mini تعال بقى كده بسرعة عايز اوديك حاجة صغيرة نحاول نفهم منها ايه موضوع ال One Too Mini لو انت راجل اشتغلت Access او اشتغلت اي database قبل كده هتبقى فاهم كويس قوي معناها ايه One Too Mini دول الجدولين اللي احنا كنا شغلين عليهم الاولاني بتاع جدول المعاملات زي ما اتفقنا او يسموه Transaction Table والتاني هو جدول البحث او Look Up Table طيب ايه العلاقة اللي موجودة بينهم زي ما اتفقنا في علاقة ممكن تنشأ ما بين الاثنين دول لانهم مشتركين ده في اكواد المنتجات وده في اكواد المنتجات فقدر اكون بينهم علاقة لو ده اقت شوية كده هتلاقي حركة مثلا حاجة زي ال الف واحد بتاعت ال ابل دي موجودة هنا في التابل ده مرة واحدة بس مش موجودة غير مرة واحدة بس لو رحت على الجدول التاني هتلاقيها متكررة مرتين لاني ببيع بيعت مرة يوم ستة وعشرين بيعت تفاح ومرة تانية بيعت يوم بقع نوفمبر فطبيعي كل ما حبيع هيبقى فيه تكرار ولكن في جدول البحث جدول البيانات الاساسية او لا يمكن يبقى عندي تفاح متكرر مرتين هو تفاح صنف واحد ليه سعر واحد مينفعش اكرره وبالتالي هنا ده بيسموه primary key او بيسموه unique identifier افتكر دول كويس مش لازم تترجمهم ده primary key لا يمكن تكراره جوه هذا الجدول بيكون قائمة فريدة طول الوقت وبيسموه زي ما اتفقنا unique identifier عالجانب الآخر العمود بقى اللي اسمه فريدة عادية اللي موجود في جدول المعاملات بيسموه foreign key ليه سموه foreign key مش مهم ولكن اسمه foreign key ولو ده اسمه foreign key افهم مع طول انه يسمح فيه بالتكرار يبقى اول واحد primary key التكرار غير مسموح طالما هنا فيه تكرار يبقى ده mini side او الجانب المتعدد وهنا ده one side او الجانب المتفرد اللي مفيهوش تكرارات وبالتالي هتلاقي هنا العلاقة تبدأ من الone وتروح عند الميني الone زي ما شفتنا بيرمز ليها بواحد والميني بيرمز ليها بالستار زي ما حضرتك شايف احنا كده فهمنا اهم علاقة من العلاقات بين الجداول في الexcel او في اي data base في الدنيا هي علاقة one to mini احنا كده تفرجنا على الدنيا ماشية ازاي زي ما حضرتك شايف انت قدرت تشوف هنا الشكل بتاع ال diagram view ويمكن نروح تاني على data view بسرعة كده ده مكان اللي فيه ما اقدرش اغير ما اقدرش اعمل delete زي ما انت شايف حاولت اعمل delete مايرضاش حاولت تكتب برضو مش هيرضى ممكن اعمل اضافة العمود فلو دوست مثلا هنا رقم واحد ودوست enter مش هيوافق لازم اشتغل على formula وده هنعمله مع بعض دلوقتي ولكن بعد ما نرجع الاكسل ونشوف مع بعض ازاي ممكن نعمل نفس اللي عملناه ولكن بطرق تانية مختلفة فالمرة دي بقى حبدأ بالعكس يعني المرة فاب بدأت بان انا انشئ علاقة الاول وبعد كده اعمل pivot table دلوقتي حعمل pivot table الاول وبعد كده ممكن انشئ العلاقة اعمل pivot table ازاي وانا واقف جدول المعاملات او transaction table اللي احنا هنا مسمينه sales t ممكن استخدم keyboard shortcut alt and v علشان اعمل creation لpivot table فتح لي pivot table window العدية خالص وقال لي حركة عايز تعمل جدول المحوري بناء على sales t table وده حقيقي وحروح اقول له انا عايز كمان ال existing worksheet واختار نفس المكان اشتغلنا فيه قبل كده F11 بس المرة دي هو مش شايف ان فيه حاجة في ال data model لكن انا ممكن اقول له add this to data model وادوس على اوكي فده برده هيتريجر ال data model اخد بالك ال pivot table ده اتفاقنا مختلف اداني التابة اسمها active وقفني على حاجة اسمها sales t ده الجدول انا بدأت منه وقادي زي ما انت شايف ال fields الموجودة بتاعته بس لو نقطع على حاجة اسمها all هتلاقي الجدول التاني كمان اللي هو اسمه price kg وحتلاقي بص كده لو ركست هتلاقي فيه خط رفيع كده بينهم مكانش موجود في المرة اللي فاتت ليه لان لسه مفيش علاقة بين الجدولين طبعا مفروضة ده اسم وابدأ اشتغل زي ما عملنا لكن خلينا نختصر الوقت عشان انا كنت واقف على الاكتف فمش شايف الجدول التاني فحطى روح على all زي ما عملنا من price kg تعالى ناخد الفروت هناخد الفروت ونحطها في الروز مفيش مشكلة هيندي لك قائمة بانواع الفواكه وتعالى بقى نحاول نروح على sales t وناخد quantity ونحطها في ال values شوف كده ايه اللي هيحصل ادى لك 828 متكررة forever كل سطور فيها نفس المجموع النهائي المجموع صح ولكن التأسيم غلط ودى لك هنا error وقال لك والله يحددك relationship between tables may be needed يعني ايه يعني انا شايف من اللي انت عامله ده ان في علاقة ممكن تكون محتاجة تتوجد اقدر اعمل ايه بقى عشان اشغالها ممكن اقول له auto detect او اقول له create لو قلت له create حمشي في نفس الخطوات اللي عملناها مع بعض المرة اللي فاتت فتعالا نجرب مع بعض auto detect لو دوست عليها هيفتح الويندو دي وهو شغاله هو بيدور وقال لك اه والله انا الوحدي فهمت ان في relation صحيحة ومزبوطة ما بين الجدولين وانا انشأتها لك فاذا يقدر يميز القصة دي الوحده اولا العنوان بتاع العمود موحد وكمان نوع ال data موحد الاتنين فيهم ارقام والحاجة التالتة ان اكيد في بعض الماتشز او التشابهات يعني 1000 واحد دي لقاها موجودة هنا 1000 واثنين لقاها موجودة هنا وبالتاني ده منطقيا ممكن يقول ان فيه علاقة طبيعية ممكن تكون بين الاتنين دول وعلاقة one two mini صحيحة 100% بالك لو فيه اي تكرار هنا مش هيرضع اصلا يعمل العلاقة دي فلازم ده فعلا يكون unique لازم الليستة دي primary key ما يكونش في اي تكرار وإلا لن يسمح بتكوين هذه العلاقة لو قلت له close زي ما انت شايف ال pivot table زبط والدنيا ماشية معاك بشكل هايل يبقى شوفنا طريقتين اقدر عن طريقهم ان انا اعمل قصة relations او اعمل pivot table مبني عادية model من غير خالص مروح على power pivot window طبعا انا بركز على دول ليه للناس اللي ما عندهاش 2016 بيشتغل على 2013 still ممكن تعمل الكلام ده ما عندكش مشكلة عايز بقى اعمل الطريقة الثالثة ان انا اشتغل على طول من جوة ال power pivot window لو قفت على التابل الاولاني هلاقي هنا حاجة اسمها في المينيو دي حاجة اسمها add to data model زي ما انت شايف فهدوس على طول add to data model اول ما هدوس عليها هيروح يفتح لك ال power pivot window وهيضط لك على طول التابل اهو قدامك لو روحت على diagram view هتلاقي لسه تابل واحد ومفيش اي علاقات ولا اي حاجة تعال نرجع بقى تاني ويحقف على التابل التاني واداني هناك وزي ما انت شايف احطري التابل التاني جنبه دلوقتي عايزني بقى اعمل العلاقة احنا قلنا الجدول بتاع المبيعات او sales t هو بنسميه transaction table او جدول المعاملات وهنا جدول البحث او جدول ال look up وكمان قلنا ان هنا بيكون موجود ال primary key اللي هو في الحالة بتاعتنا اللي هو product id اللي موجود جوا price per kg table ونحية التانية foreign key اللي موجود جوا sales t او transaction table طيب عشان اربط بينهم بقى اعمل علاقة بينهم هاختار من ناحية ال one ادي ال one اهو قلنا اللي هو ما فيهو اشتكارات بالماوس اسحب واروح اشاور على المقابل او foreign key من ناحية التانية واول ما هسيب اي دي تم انشاء العلاقة زي ما حراك شايف ولو قفت هنا هتلاقي معلم على two fields وحط هنا وحط هنا الميني لو عايز اشيل العلاقة دي لو قفت عليها وعملت بس delete كده هيقولي delete from model او يا باش هدليت مفيش مشكلة ممكن ادليت وعملها تاني طب جربت اعملها بالعكس هتشتغل مفيش اي مشكلة خالص وهو لوحده فهم ال direction بتاعها وحط لك سهم العلاقة بتمشي من ال one للميني وادي السهمة هو بيشاور في اتجاه ال table بتاع الترانزاكشن طيب تعالا بقى نروح على data view احنا قولنا ممكن نجيبها من ال home هتلاقي موجود هنا diagram view او data view وممكن من تحت هنا تعالا نجرب المراضي من data view ادي الجدوارين بتوع sales transaction و ادي price per kg طيب المطلوب بان حضرتك دلوقتي انك تبدأ تحسب المبيعات وعشان احسب المبيعات فانا محتاج اجيب المعلومة بتاع من الجدوار ده واروح احطها في الجدوار ده طبعا الموضوع عايز اعمله بشكل مبسط في الاول هو المفروض ان يتعمل بخطوة واحدة وبمعادلة واحدة تعمل كل الكلام ده لكن خلية نعملها بشكل مبسط ونتفرج كمان على موضوع adding carom لو حبيت ازود عمود خد بالك انا وليتك مقدرش ازود عمود بقداية لكن ممكن ازود عمود محتسب الخطوة دي سهلة جدا ان انا اقف على الكلوم من فوق واعمل عليه double click وابدأ ادي اسم للتابل فتحولك او زي ما حانك شايف اديك كلام بقى متلون بالازرق بخلفية زرقة ممكن لوقتي اكتب فوق كلمة add column دي و ازود عمود محتسب تعالا نسمي العمود ده price وحدوس على enter اول ما حامل كده هيروح مدخلك على formula bar هنا فيه formula bar زي الاكسل بالزبط جنبها fx وحيطلب مني ان انا اكتب معادلة عشان املى بيها التابل ده خد بالك هنا مفيش set reference يعني انت هنا فيه بس مديك ده count مجرد يعدلك بس عدد السطور ولكن هنا مفيش set reference مفيش غير عاميد بس وده مشابه قوي لما كنا بنعمل السلسات تحت الجداول وبنبص على المعادلات المبنية على عناوين الاعمدة فاي معادلة هكتبها هتكون مبنية بنفس الشكل طيب المعادلة اللي هكتبها دي معادلة جديدة مش موجودة في الاكسل شبه قوي او بتعمل حاجة شبه اللي بتعملها فيلوكوب المعادلة دي اسمها معادلة related فممكن اكتب هنا related زي الاكسل بالزبط كتابت اول 3 4 حروف جاب لك كل ال options فاداني معادلة related double click عليها طلب منك argument واحد بس وهو اسم column عايز اسم ال column طب بتعمل ايه related دي بتروح تمشي على العلاقة الوانتو مين احنا عملناها دي وتجيب لي معلومة من جدول تاني فازا ما انت شايف هو ما عنديش غير جدول تاني بتاع ال price فالواحده ادالك ادي اسامي جداول الجدول بتاع ال price والتلاتة فيلز الموجودين في options اهو ما بين two square bracket فانا محتاج اجيب ال price هعلم عليه double click كتبها لك جوال معادلة هتقفل القوس شبه جدا ندعم في الاكسل ادي حركة اول معادلة dex حركة عملتها في حياتك لو دست enter هيملالك هنا على طول prices شبه خالص اللي احنا بنعمله في الفي لوكوب ولكن بطريقة يمكن ابسط شوية فانا جبنا ال price وعندي هنا القونتي اكيد الكولوم اللي بعد كده هيبقى سهل جدا ان انا اعمل في الحزبة بتاعة السيلز double click عشان ادي اسم هكتب revenue سامي ده ال revenue ودوس انتر هيوديك على طول على formula bar وكتب لك equal عشان تبقى تكتب معادلة طب انا عايز اعمل ايه عايز اضرب عمودين في بعض ممكن زي الاكسل بالزبط اشاول العمود الاولاني كتب لك اسمه وكتب لك اسم زي ما انتشاف اسم ال table بعد كده اسم العمود بعد كده اسم العمود بعد كده استعمل علامة الضرب العادية خالص واروح اختار العمود التاني بتاع ال price كتب لك برضو اسمه وبعدية square bracket لو كتبت بيديك كمان هيساعدك وهيبديك على انت عايزه بالزبط ولو دوست انتر مفيش مشكلة خالص هيحسب لك عملية ضرب على كل سطر من سطور الجدول ده بالزبط نعملها في الاكسل ممكن هنا بقى ايه من الفورماتنج ممكن انا اعمل فورماتنج عادي خالص هو هنا ادك auto قالك والله ده شكله whole number بس طبعا انا يستحسن ادي حاجة explicit فممكن اقوله لأ حرك ده decimal number لان ده revenue فاحتمال يكون فيه decimal number كمان الفورمات حطه general ممكن استخدم اللي هو بتاع decimal number وبالتالي هو ادلك نين كده decimal number وممكن احط ال thousand separator ده خد بالك ال data type حاجة والفورمات حاجة ال data type هو نوع ال data ولكن الفورمات هو الشكل اللي بيظهر لك بتفرج به على ال data لو رحت هنا هتلاقي على طول حاجة اسمها pivot table لو اخترتها هيوديك برضو الاكسل ويقول لك انت عايز تحط pivot table فين فحقول له existing work sheet وهو انا واقف على F9 فما فيش مشكلة هادوس على اوكي هينشأ لك pivot table بنفس الشكل بالزبط المرة دي طبعا انا الدنيا عندي احسن شوية لان انا زودت شوية معلومات فهقدر اجيب برضو الفروت من ال price kg واروحت sales t دلوقتي هتلاقي العمودين الجداد ال price والrevenue اللي انا حسبتهم اقدر احط ال revenue وقادي عندك هنا حركة معلومة revenue يبقى انا كده استخدمت ال dax ان انا انشئ عمود جديد واقدر اجيب revenue ملاحظة تانية بسيطة هتلاقي هنا number formatting جايلك مظبوط زي ما حركة عملته بالزبط تعالى نرجع على pivot table window احنا جربنا نشوف موضوع الاعمادة المحتسبة تعالى بقى احنا هرده نجرب نعمل major وزي ما اتفقنا الماجر ده هيكون موجود في الحتة اللي تحت يعني هنا نهاية preview بتاع الجدول لو هنا عملت scroll هينزيل لحد اخره وبعد كده في خط فاصل الخط الرمادي ده بعدي اقدر اكتب الماجر بتاعي مثلا انا عايز احسب ال average price اخد بالك ان انا عشان ابدأ اكتب اي ماجر محتاج اول حاجة ادي له اسم فا اما اقف على formula bar على طول زي ما انا عملت كده هو واروح ابدأ اكتب اسم الماجر او انا واقف على grid لو قفت هنا وبدأت اكتب هو هيوديني automatic فانا عايز اسمي اول major اسميه ال average price هعمل نقطتين عشان خلاص نافهم من ده نهاية الاسم وبعد كده equal عشان ابدأ اكتب المعادلة بتاعتي طب انا محتاج اعمل ايه محتاج اقسم مجموع revenue على مجموع quantity مفيش مشكلة هستعمل معادلة sum زي ما بستعملها في ال excel بالزبط هكتب sum وهعمل tab فتح لي قوس انا طبعا عايز اجمع column محدد ال column الاولاني هو quantity اخد بالك ادي كل ال column اللي موجودة في ال two tables موجودين هنا لكن لو اختارت quantity على طول انا محبش اعمل كده لاني مش هبعارف ال quantity موجودة في انا هو table فيفضل هو هتشتغل معاك عادي ان انا اختار ال quantity اللي موجود قبلها اسم ال table يعني اخد total address اسم ال table الاول وبعد كده اثنين square bracket وجواهم اسم ال field عشان بعد كده وانا بقرأ ارجع المعادلة دي محسنيش الاخبطة لو عايز ممكن تكمل ممكن تكتب sa فاجاب لك ادي sales t واجاب لك كل الاعمل اللي موجودة فيها اول عمود اللي هو العمود المحتسب بتاع sales t revenue double click وبعد كده اقفل وبعد كده ارجع اقسم على sum برضو مجموعة اكتب sum وادوس tab المرة دي محتاج ال quantity برضو موجودة جوة sales t فحكتب كلمة sa عشان واديني على sales و ادي ال quantity اختارها double click وبعد كده اقفل وبعد كده ادوس على enter هتلاقي حضرتك هنا هو لو فتحت شوية كده هتلاقي حضرتك هو حسب لك متوسط السعر العام خد الاجمالي بتاع العمود ده واجمالي العمود ده وجاب لك متوسط السعر العام اقدر دلوقتي برضو اعمل لها number formatting وتعالى نختار الفورمات هو من دولك general فانا هحدد الفورمات ده وليكن decimal number فمتوسط العام بقى 24 و 6 من 10 طيب انا خد بالك حسب اجماليات ومتوسط عام هل ده هينفع يشتغل جوه ال pivot table تعالى نروح ونجرب قبل ما اكمل خد بالك انا هنا الليست هتبدأ تكبر وهيبقى الموضوع صعب قوي فيه option صريف هنا ممكن من ال wheel دي اختار التاني شكل اللي هو field section and area section side by side هتلاقي كل ال fields بقت عندك على يمين هنا وعندك الاربع اخسام بتوى ال pivot table اللي بقى على يمين وعلى الشمال الفيد list خد بالك ده الماجر اللي انا زودته جنبه كلمة fx لما عملت عمود هو عمود عادي هنا ماجر وجاب بيه fx طب ليه هو قالك ان ده ماجر وقابليه fx لان انت لن تستطيع استخدام هذا الماجر الا جوه ال value لو غربت احطه في ال column مش هيوافق ممنوعة لازم اخد الماجر وحطه في ال value وادي ال average price ادي ال 26.6 ولكن تشوف هو راح اسابها لك على كل line رغم ان انت استغلت على اجماليات ولكن باستخدام الفلاتر اللي موجودة في ال pivot table قدرت معادلات داكس ان هي تعدي على سطر سطر وتقدر تحسب لك اللي حركة عايزه بالزبط خد بالك دي ميزة خطيرة جدا وبرضو خد بالك number formatting جالك على طول جاهز هناك وطبعا دي برضو ميزة خطيرة جدا لان انت مش كل مرة هتعمل ال pivot table هتعد تعدي على column column وتعد تعمل number formatting تعالى نجرب الوقت نعمل pivot table تاني لو رحت قلت له انا عايز pivot table تاني هتلاقي على طول فهم ان انت عايزه من data model مفيش اي مشكلة وهي مثلا هنحطه في المكان ده ادي الجدولين للزراف بتوعك وممكن تبدأ تشكله تعالى نجرب مثلا نحط dates نحطها في ال rose زي ما انت شايف على طول عمل لها و تعالى ناخد بعد كده ونحطه اشتغل معاك مفيش مشكلة خالص اشتغل معاك على الشهور ولو نزلت كمان drill down هيشتغل معاك على الايام متوسط سعر البيع لكل يوم لوحده لو عايز report ده كمان نحطه معا ال product name ممكن مثلا اشيل days من هنا عشان يبقى شهور واروح مثلا اجيب الفروت وحطها تحت لو فتحت بقى التقسيمة ادي عم جاب لك الشهرين واجاب لك كل حاجة والحزبة بتتقطع معاك وبتشتغل بشكل هيل جدا تعالى نحط ال pivot table شغال بشكل رائع وال number formatting شغال معاك بشكل جميل النهاردة طبعا كان يعتبر مقدمة شفنا ايه هو ال power pivot شفنا ايه استخداماته شفنا زي ممكن نشغاله بطريقتين على excel 2016 وانت طالع شفنا يعني ايه علاقة one to mini وشرحناها بالتفاصيل وعملنا عليها مثال شفنا زي ممكن نزود عمود محتسب شفنا حاجة بسيطة خالص على معادلات داكس عملنا معادلة وعملنا معادلة related واستخدمناها عملنا بها عمود محتسب وعملنا بها major وشوفنا ازاي ممكن نزود تنسيق للمعادلات حبينا نلم قدمة تكون قوية على موضوع ال power pivot وازاي بيشتغل ومن المرة الجاية هنبدأ ناخد الموضوع خطوة بخطوة فلو سمحتوا استنونا في الفيديو الجاي وقبل ما اصيبك من فضلك اشترك في القناة اعمل لك الفيديو لو عجبك واسب لي تعليق وستجد لينكات لسلاسل قبل كده اعملناها ولبعض الفيديوهات المهمة ممكن تخش عليها وتحاول تاخد فكرة عن محتويات القناة وشكرا جدا لوقتكو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته